العملية الأخيرة التي أعلنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لذلك اتسعت دائرة التأييد للمقاومة لتشمل ملاعب كرة القدم ملاعب كثيرة تحولت إلى مظاهرات مفتوحة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من قصف إسرائيلي أعمى لا يفرق بين طفل ولا شيخ لا بين مستشفى أو مدرسة البداية مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي الذي قدم جمهوره لوحة فريدة في دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع قطاع غزة في مباراته ضد فريق المغرب التطواني جماهير الرجاء أدت مباراة جميلة جدا رددت أغنية يا حبيب يا فلسطين التي اشتهرت بها هذه الجماهير عربيا بطريقة مهيبة داخل أستاذ محمد الخامس الرياضي كما أقدم جمهور الرجاء على أداء أغنية رجاوي فلسطيني في الدقيقة السابعة لماذا الدقيقة السابعة؟ تعبيرا على تضامنهم مع قضية فلسطين واحتفاءا بتاريخ انطلاق عملية طوفان الأقصى ترجمة نانسي قنقر كما يوكال في المغرب ديماراجا في تونس رددت جماهير الترجي الرياضي التونسي بعد ساعات من بداية عملية طوفان الأقصى شعارات تدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة فريقها أمام الاتحاد المونستيري ووجهت جماهير تونس رسالة دعم قوية من خلال رفع الآلام الفلسطينية والشعارات التي تساند الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع كل مواطن فلسطيني أينما كان